مرحبا بكم الناس كل شاء الله تكونوا بأني في خير يا ربي اليوم سنحضروا بعضنا كسكسي بالقديد كسكسي تونسي بالقديد بطريقة يجيكم من برشا والكسكسي هيدا بالخاص نحضروه في رأسة السنة الهجرية وطبع ما انو الاقريب اذاك عليش حبيت تنودكم برسايت وبطريقة تخليه يجيكم من برشا خليكم معا في فيديو الاخر وشوفوا بعضنا كيفش تحضروه وبالنسبة لأو مارز والقناة لا تفضل وليس امر ان اشتركوا في القناة تاوي فعل جرس بشي سيصلكم اجيدي كل واي حاجة نحبطها تصلكم انشفكاسيو يلا تاون خليكم معا طريق التحذير نجيو تاون طريق التحذير او الحاجة انا حطيت شوي زيت واشنقلي جرانيت فلفل برسبة الفلفل شاقيتو ملاحتو مشنبعد يجينا بنين وبرسبة اللي يدي ما حكى في الكسكسي نقلي جرانيت فلفل ملول الكسكسي داني جيبنين ومنطعم بعد بشن زينو بهم الكسكسي متاعنا جرانيت فلفل بتاعنا سيحضروا نسقطرهم هاكى من الزيت ونحط في بلع لجنب وفي نفس الزيت اللي قليت فيها الفلفل بشننضيف كعبة بصل كبيرة واشنضيف عليه هني القديد حتيت هني شوية زيت متاع القديد يبن على الاخر حتيت شوية مش بارشا نقلي هكى القديد شوية مع البصل واشنضيف تاوي طماطم باسمال طماطم بشنستعمل زيز ملاقة كبيرة طماطم واشنضيف عليهم غرفة كبيرة هريسة عربي نحرك هكى كل شاي مع بعض ونقلي كل شاي مع بعض ونحل هكى طماطم مع الهريسة العربي واشنفوح تاوي بنسبة للفحات بشنستعمل فلفل اكحل تقريبا هني نصف مغرفة صغيرة فلفل اكحل بشنستعمل مغرفة صغيرة تقريبا كوركم مغرفة كبيرة فلفل احمر ومغرفة كبيرة تايبل ونسبة الملح ما حتيتش برشا خاطر دجاعة القديد فيه الملح حتيت شوية ومعد كان حاسيته نقص او كان نجم ما نزيد الملح المهم ما تحطوش كمية كبيرة من الملح بش ما يجيكمش من بعض الكسكسي ملح واشنضيف عليه شوية ماء بشنحل المكاونيتك المبعضها ومع طوام بش لفحات ما يتحرقوش بشنضيف تاوي الفول بلسبة الفول استعملت فول شايح ونفخته مدد تليل كاملة في الماء وبرسبة الحمص كيف كيف لازم يكون منافخ وبما ان الكسكسي متانا بالقديد بش نضيف شوية ثوم في العادة احنا في الكسكسي ما نحطوش ثوم ميك يادة بالقديد اك نحطو شوية من الثوم يبنى على الاخر بعد كسكسي جيكم ما بين على الاخر نحرك هكا المكاونيتك المبعضها وكل مرة نتفقد المرقة متانا اذا كلا حطت نقصة من الماء او كنضيفو الماء المهم كنستعملو الماء لازم استعملو مي سخو مستعملوش ما بارد بش الحمص والفول متانا يتيبو بالباهي نتعديو تاوي الكسكسي بنسبة الكسكسي هني تقريب استعملت 600 جرام كسكسي ضفت عليهم هني شوية ملح وضفت شوية كركم في الكسكسي بالقديد نحط هكا ديما شوية كركم كسكسي بالقديد نحبوش ازعر ومنطور متانا يكونش احمر باشا كمعتها بين ازعر وبين احمر ديما هكا الكسكسي بالقديد نحضره وتم بتبعه يبقى حسب الضغفة مش كون كسكسي بالقديد يحضره ازعر فمش كون يحب متانا الملقة هكا تكون حامرة كينما تعودين بتبعه بريس بلية ديما نعتمد طريقة هذي وجيني وبين على الاخر ضفت علي هنا كيملا حطوا شوية زيت خلطت كل شامع بعضه وبعض ضفت عليهم تقريبا كيس صغير ماء مدد نص ساعة حتيتي تشرب الماء هني بعد مدد نص ساعة وكن حاول هكا فرق الكعبيت على بعضهم وباش نحط الكسكسي الثاني فاور وبرسبة الكسكسي من غتيش ونخليه يفاور من غير من غتيه باش نبعد الكسكسي ديك وما يجيش معجن باش نخليه فاور مدد عشرين دقيقة الكسكسي بتاني ساعة يفاور برسبة لي فاورتوا تفاورتوا تفاورتين تنجموا تعتموا الطريقة المتعاودين بها وانا تفاوروا هكا تفاورة واحدة يكون اسهل وانا تضيفو له هكا كمية بزايد هكا ملة مرقة تلاحظوا بعد انو تشربها الكل نحرك هكا الكسكسي الثاني او اذا حطت انو نقص مرقة او كنذيف وهني توبه كمية متعاودين او كتحبوه بزايد مرقة ولا لا كما تحبوه بطبيعة يعني خليطة الكسكسي بتاني ارتاح شوية تقريبا مدة خمسة دخائق كما تلاحظوا الكسكسي يتشرب المرقة الكل ويجيكم بعد موش معجن ويجيكم الكعبة واحدها ويجيبنين على الاخر يتشرب المرقة ويجيبنين بارشا بعد بطاب القديد متاعنا والفول والحمص بالباهي طوام بقالي كينا بشي تقدم الكسكسي متاعنا بشي نحط الفول والحمص ونزين بالقديد متاعنا وبلسبة التقديم اتباعتنا رو تقدموا بالطريقة انتم ما تحبوها فمش كوني حط معها زبيب الكسكسي بالقديد فمش كوني حط حلوة دم اول جيها متاعكم ماتوا كيفيش متعاودين بلسبة لي مرة هذي ماتا اخترت جوز بشي نحط فول وحمص وقديد ووسمة كابيت بيض بشي زين بيهم وكهو كيما تحبوتهم بالطبع اذا كانت تحبو زبيب ولا تحبو تحطوه حلوة كيما تعودين تنجمو بالطبع تقدموا بالطريقة اللي تحبوها هذي هو الكسكسي متانة كيما تلاحظو طريقة سهلة وبسيتة وجيكم بنين على الاخر وجي فوح هذي هي الطريقة متاعي اللي نعتمدها ديما جيبين على الاخر جربوه بنفس الطريقة وتفكروني وهكا وصلنا الاخر الفيديو ان شاء الله يا ربي تكونوا ننسي التعليم مع عجبتكم وعجبتكم التعليقة واذا كنا عجبتكم كالعادة ديما نسينا ترجعاتكم جي معا الفيديو نسينا عليكم ومتاعكم بسليما في بصفة جزا ان شاء الله اشتركوا في القناة